اشتركوا في القناة انه كلف جانس رسميا بمهمة تشكيل الحكومة عقب فشل رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهية ولايته بن يمين التنياهو في تشكيل اتلاف حكومي للمرة الثانية ووفقا لنتائج الاستطلاق سيحصل تحالف كحولفان على 34 مقعدا وسيحصل حزب الليكود على 33 مقعدا فيما ستحصل القائمة المشتركة على 13 مقعدا وحزب اسرائيل بيتينو على 8 مقاعد اشتركوا في القناة